اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا ربعمية لانه كان له خمسين الف يورو وكان فيه نسبة كبيرة حتتدفع في العقد باليورو لانه يبدو ان الرقم كان على التوتل مش على الصافي اللي عادت البيع فانت كنت هتبيع بالرقم نص وحيضيع فهي ابتدت بسبعمائة الف دولار المفاوضات نجحت وارجع تاني وثالث وعاشر لازم اذكر الفضل لاصحابه لانه في فرق انك انت بتحط اقطار او لجنة الكرة تحط اقطار وانت جزء مع ادارة التعاقدات بتحط اقطار وبتحاول تشوف الصغرة وبفعل ان واحد يتلقى في هذه الامور وبمصابرة هائلة مع المصاشر القانوني برضو السيد حلم عبد الرازق في الاخر زبط لنا الموضوع فاستطاع الامر ان ينتهي الى تسعمائة الف دولار تسعمائة الف دولار للنادي الاهلي للنادي الاهلي وانزلنا ان النادي بيتفس كان له خمسين الف يورو تنازل عنهم وانه هياخد يعني في الاخر كده وفرت 220 الف دولار يعني نتيجة اللي حصل وعادة التفاوض على العقد خلاص مكتوب وهو نفس الامر اللي حصل في انطوي جينا لقينا برضو مشكلة وانه هو ممكن يمشي ويرجع يلعفو مصر ثم ملناش اي حقوق لغم لغم فضلنا برضو نسيس الدنيا لما قدرنا نحط برضو ان لو جه مصر هتاخد مبلغ كواس جدا ونفس الشيء مش بس انك وفرت 220 الف دولار ده انت حطيت بند في العقد باتفاق الأطراف الثلاثة وكننا لحد الظهر بنتناقش بالتليفون على هذه الشروط وكان فيه اما لم ي Built اخناه وانتهىот انه حسن مناسبة كابتن فاضل بقى بحط روتوشي للاخرانية وبيتكتب العقد و product وانا جاي في السكة اتطمنى انه كل شيء انتهى واللعيب مضى وبصم وعمل الإجراءات والطرف التاني وافق والعقد سلاسي بما يضمن أنه لو رجع مصر هتاخد مبلغ كبير جدا 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 ولكن ليك في كل مليون دولار لو جل أي ناد في مصر بالإضافة إلى العشرين في المية بالإضافة إلى العشرين في المية يعني أنت ليك عشرين في المية من بيع ومستقبلة من بيع مستقبلة لو بمصر إضافة إلى العشرين في المية طب لو تفشح ممكن تيجي تقول لي يعني ما يروح يفسخ العقد ويبقى في ريوه حطينا لو فسخ العقد دي دفع 2 مليون دولار هو النادي المتضمنين واخد بالك ده كان الكلام لكن أعتقد ده مكابتن فضل ما كلمته قال لي وافقوا على الكلام على الأقل حيبقى فيه مليون دولار في كل موقف من المواقف دي كويس أنت أمنت اللعيب طب بكماني بكماني لعيب تاني وثالث وعشر كويس جدا عقده كان مكتوب وحش جدا كان ليؤمن النادي الأهلي اللاعب واضح أنه كان متفق أنه يمشي وبإصرار شديد جدا النهاردة شكر النادي الأهلي لأن الحقيقة لم يستعاون مع النادي الأهلي أنه يمشي والأهلي كان عايز مليون أو أكتر من مليون لكن استجابة للولد نزل تسوى مية وعشين في جميع خلي بالك هو لو كان قاعد كان حيخذ ربعمائة ألف دولار منه مية خمسة وسببين ألف دولار إصد دلوقتي فنتوفرت كمان ده خلاص فإنت الديل الديل معمول كويس الديل فيه مجود كويس وفيه بقدر إمكان بقدر إمكان ضمانات سليمة تتصق مع لوائح الاتحاد الدولي طيب عودوا بقى لأفريقيا حتم الترابولسي النجم الترابولسي